جهود تبذل لتعويض النقص الحاصل في الثروة الحيوانية عن طريق خطط توضع من قبل وزارة الزراعة ومؤسسة الدواجن وأبرز نتائج نجاح هذه الخطط وصول 20 ألف صوف من روسيا إلى منشأة دواجن حمص الذي سيعمل على إنقاذ الإنتاج السوري من بيض المائدة لسنوات قادمة تتميز مشأة دواجن حمص بتربية قطعان أمات البيض اللي بتنتج صوص البيض اللي بيعطي الفرقة البيضة ويتم تأمين حاجة مشأة المؤسسة لعمل الدواجن من هذا الصوص والكميات الفائضة يتم طرحها بالأسواق المحلية الأخوة المربين كان الحدث الأبرز والمهم في الفترة الماضية هو استقبال صيصان أمات البيض مستوردة من روسيا الاتحادية وكان هذا الحدث كثير مهم حيث تم استقبال ما يقارب 20 ألف صوص بيض هذا يؤمن حاجة المؤسسة العاملة للدواجن في عام الـ 25 والـ 26 والفائض سيتم طرحها الأخوة المربين الإنتاج المتوقع من القطيع المستورد يقدر بمليوني صوص و600 مليون بيضة مائدة ما سيوفر القطع الأجنبي ويدعم الاقتصاد الزراعي أهمية هذا القطيع تأتي أنه هو القطيع الوحيد الجديد اليوم لدينا في البلد في أننا قطيع قديم خلص عمله الإنتاج في قطيع مماثل آخر بالقطع الخاص هذا القطيع سيكون هو صمام الأمام في سلسلة الأمن الغذائي تأمين منتج بيض المائدة للأسواق المحلية ونحن اليوم شفتوا أنتوا بزيارتكم للمنشأ القطيع ووضع صحي جيد وشفتوا آلية العمل وكيف العمال يتابوا أول بأول وإن شاء الله نحن متأمل خير بوجود هذا القطيع أنه نحن سلسلة الأمن الغذائي أو سلسلة تربية الدواجن رح تبقى مستمرة ما رح يصير فيها انقطاع ونحن عم نشتغل من اللحظة هاي لتأمين قطيع آخر في المستقبل القريب بحيث تبقى سلسلة تربية مستمرة في المؤسسة العامية الدواجن إجراءات ودرجة حرارة معينة يعمل عليها موظفو دواجن حمص الذين يبذلون كل الجهد للحفاظ على القطيع المستورد نحن استقبلنا الصيصان بحدة الرعاية أول شيء من أملهم حرارة 32 درجة مئوية ومن تابع الصيصان على مدار الساعة مراقبة الحرارة ومراقبة حركة الصيصان الحمد لله القطيع من الناحية الصحية جيد جدا حركته وحيويته ممتازة القطيع هذا كتير مهم بالنسبة للمنشأة عنا وللمؤسسة عموما للقطاع المؤسسة عموما لأنه هو رافض قوي جدا وكبير لتغذية منشأات المؤسسة بصيصان البيض ومنشأتنا وتنفيذ خططهم الإنتاجية بتنزيل قطعانهم بتنفيذ قطعان الصيصان الموجودة بخططهم وهو كان كتير يعني كده نحن نطرينه بشغف حقيقة لأنه هو إجاء بعد طبعا مشكورين الجهات المعنية والمختصة اللي ساهمت بقدومه بها الطريقة الاهتمام بالإنتاج والعمل على تأمين النقص في المواد الأولية هو ما تعمل عليه السياسة السورية للوصول للاكتفاء الذاتي والانتعاش الاقتصادي كند الخضر لقناة سما الفضائية حمص